بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لو لأن هدان الله الحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام والقيام وجعلنا فيه من الصائمين القائمين على الوجه الذي يرضيها عنا آمين آمين يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن في موفى هذا الشهر الكريم في نهاية أيام رمضان وليالي الكريمة الطيبة التي يعتبرها المولى عز وجل أياما معدودات في قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وسبحان الله بالفعل حسنا أنه رمضان سرعان ممر في هذه الأيام المباركة الكريمة بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة التامة بمختلف الأسباب فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وزيد قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وزيد يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه المغفرة كلها بيكون اختلف هذه الوسائل تهدف إلى أن نصل في نهاية هذا الشهر الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى يتقبلنا بعفو ورضاه وأنه يغفرنا كل ذنوبنا بش نتوج هذه الأيام المباركة بفرحة لا تضاهيها فرحة بش ندرك أن الفرحة الحقيقية في ديننا هي تقترن بالطاعة وبالقرب إلى الله عز وجل وبمزيد العبادة لذلك المولى عز وجل يقول بآية واضحة وصريحة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مقارنة واضحة بين بين الناس اللي تسعى للكسب المادي تسعى من أجل هذه حياة الدنيا الفانية الزائلة وبين ألي يركز على الطاعة والعبادة جعلنا المولى عز وجل مثل هذه المواسم مواسم الخير شهر رمضان وما فيه من هذه المميزات هو شهر جامع مانع باش في النهاية نال تلك الفرحة اللي حبها منها منا المولى عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل جدا يقول لصائم فرحتان فرحة بفطره وفرحة يوم لقاء ربه هذه الفرحة اللي هي تتويج لهذه العبادة اللي تكوننا تقربنا فيها إلى المولى عز وجل لحظوا معاي في نفس هذه الآيات من سورة البقرة الآية من 86 شقوا المولى عز وجل بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا المطلوب مننا أننا نحمد المولى عز وجل على أنه أعاننا على صيام هذه الأيام كلها وعلى قيامها ونتقدم بالشكر للمولى عز وجل وش معناها الشكر؟ الإنسان اللي يشكر ربي هو اللي يحرص على طاعته والاستمرار في عباته والاستمرار في التقرب للمولى عز وجل حتى يلان هذا الجزاء الأعظم ألا وهو جزاء المغفرة نذكركم أن المولى عز وجل خصص بابا في الجنة اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون إحساسك بالفرحة هي إحساس ذاتي متعلق بذاتك بحسب إقبالك على طاعة المولى عز وجل الناس متفاوتون في هذه الفرحة بحسب قروهم للمولى عز وجل وبحسب حرصهم على إداء هذا الصيام على الوجه الأكمل نفس الآيات نتدبر فيها نذكر مرة أخرى 186 من سورة البقرة وقت اللي يقول للمولى عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان المولى هو قريب أحنا المفروض نبذ جهد باش نتقربوا من المولى أكثر ومكننا من كل وسائل التقرب إلى الله عز وجل خاصة أنه عندما يكون الإنسان صائم ساجد الإنسان عندما يكون ساجد يكون أقرب ما يكون من ربه وزيده وصائم لأنه حينها تشبه بالملائكة بل ارتقى إلى أعلى الدرجات لأن الملائكة إنما تمتنوا عن الأكل لعدم حاجتها للأكل وتأتمر بأمر الله لأنه لا خيار لها لكن الإنسان المؤمن الذي يحرص على صيامه ويؤديه على الوجه الأكمل أكيد أنه يكون ينال هذا الجزاء وهذه الرحمة في يوم العيد يوم العيد أيها الأحبة يجب أن نظر فيه الفرحة يجب أن نحسه بتلك السعادة لذلك شرعات صلاة العيد لتكون تتويج لكل هذه الطاعات التي دأب علي الإنسان المؤمن طوال شهر الصيام يلبس أحسن ما عنده من لباس ويقبل على الإختسال قبل أن يلبس أحسن ما عنده من لباس عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد إنسان يمشي طاهر طيب ولبس أحسن ما عنده وحط أحسن ما عنده من عطور ويكون أدى زكاة ماله لأن زكاة ماله يؤدي زكاة الفطر في الآن نفسه الكثير من الناس يحرصون على أداء زكاة أموالهم في شهر الصيام ولكن هذا الأمر خاص بالأغنياء في حين أن زكاة الفطر هي واجبة على كل من له قوت يومه حتى يؤدي تلك الطاعة على أكمل طاعة العطاء وطاعة البذل لأن اليد العلي خير من يد السفلة ولأنه بهذا يدخل سرور على قلب الإنسان الفقير في ذلك اليوم فيقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم بشكون فرحة عامة فرحة شاملة تشمل الفقير والغني تشمل العامل والعاطل عن العمل بهذا الأمر يتحقق تلك الوحدة بين المؤمنين فرصة كذلك رمضان في نهايته أنه نتزاور وأنه نتبادل التحاية فيما بيننا ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم باش أننا في يوم العيد نقول البعض نغفر الله لي ولك لأنه المغفرة هي أحسن طريقة تحقق فرحة الإنسان لأنه بذلك قد عفو الله عنه وقد تجاوز عنه سيئاته شي حب الإنسان أكثر من ذلك لكن أيها الأحبة هذه الفرحة لابد أن تستمر فرحة الطاعة وفرحة البعد عن المعصية كثير من الناس في شهر رمضان ينقطعون عن الكثير من المعاصي حب ذا أنهم يستمروا على ذلك ربما فهم المدخنين ربما فهم المدمنين على الخمر ربما فهم العايشين قطيعة الرحم فرصة باش نتصالح بيننا فرصة باش تتحقق تلك الوحدة بشي حق فينا قول المولى عز وجل واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها هذه الوحدة هي المطلوبة لأنها هي التي يخرج الإنسان فيها كل كالضغاء وكالأحقاد وكالكراهية الألفة والوحدة التي تتحقق عندما نؤدي صلواتنا بشكل جماعي وعندما نصوم بشكل جماعي المفروض أنها تستمر لأن الإنسان وهو يؤدي تلك العبادة أكيد أنه تذوق حلاوة الإيمان أكيد أنه تذوق حلاوة القرب من المولى عز وجل فإذا كان الإنسان يستشعر هذه الحلاوة علش ما يستمرش فيها شتان بين الحلاوة المادية التي تتعلق بطعام ربما يأكله الإنسان ويلحق إلاه ربما بعض الأرضار الضرار الجسدية في حين أن حلاوة القرب من الله عز وجل لا تضاهيها حلاوة يحدن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأسليب التي نحقق بهذه الحلاوة فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار صيام رمضان هو تتويج لكل هذا فرحة العيد هي التي تحقق تلك السعادة إن شاء الله يا ربي نكونوا من السعداء إن شاء الله نكونوا من لي يدخلوا فرحة لقلوبهم وقلوب عائلتهم وأفراد عائلتهم ولجميع المسلمين نسأل الله عز وجل أن يتقبل من صلاتنا وصيامنا وأن يجعلنا ممن كتبهم من العتقاء من النار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر